السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاك أخوك الدكتور حمد أحمد الزيودي سؤالي لك أخوي سلطان هل تتوقع أن البشر في المستقبل قادرين أنهم يعيشون في بيئة خالية من الجاذبية نهائيا؟ وشو أكبر تحدي تواجه حالياً في عيشك في بيئة خالية من الجاذبية؟ شكرا أخوي حمد حقيقة لازم نوضح مفهوم لموضوع الجاذبية نحن في بيئة الجاذبية الصغرى لا نحس في شيء يجذبنا ولكن حقيقة المحطة لا زالت في القوة الجاذبية التي تخليها تلف حوالي الأرض ولكن بشكل عام البيئة هذه مؤثرة جداً تخلينا مثل ما ذكرت في عرضة للمشاكل الصحية ولكن لو رجعنا بالتاريخ المحطة هذه صار لها أكثر من 22 سنة وهي موجودة في الفضاء يعني أي شخص ولد بعد العام 2000 هذه الناس مروا بوقت أن ما في بشر في الفضاء البشر لا زالوا أو على استمرار موجودين في الفضاء خلال 22 سنة الماضية هذه فهذا دليل أن البشر بإمكانهم أن يطوعون التقنية ويذهبون بعيداً في الفضاء مثل ما نسوي نحن على محطة الفضاء الدولية لازم أن نأخذ بعين الاعتبار المشاكل اللي ذكرتها والحمد لله كل التجارب العلمية والطبية اللي نسويها تخلينا نفهم يوم بعد يوم المخاطر اللي ممكن تواجهنا وبالتالي نتلافعها في المستقبل